السلام عليكم ومحبا بكم في الدرس الثاني من سلسلة اللغة الفرنسية التي كنا نأخذها بالترتيب والدرس اليوم هو لفاغم نيغاتيف كلما نشوفوا هذا الدرس كلما تبدأوا الفيديو هفتوا ديروا لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الفيديو جايين ان شاء الله اول باول وبلما نطول عليكم في الهدرة ندوز القسم السبورة من دو الشرح اذا بالنسبة للدرس لفاغم نيغاتيف اولى النفي فهو كنعبر عليه بسافة الادوات ولكن خمسة منهم اللي كنستعملوهم دائما عدنا اولا نوبا ثانيا نو بلو أي باتاتا ثالثا نو بيرسان أي احد رابعا نو جامي أبدا وخامسا نو غير يعني اي شيء ونعطيه مثال على كل ادات من هات ادوات النفي بالنسبة للنوبا مثلا عدنا انفخاز اللي هي جوفي او مارشي اللي بغينا ندخل عليها ادوات النفي يعني هنا امسيت للسوق اذا بغينا ننفيه اننا نمشينا للسوق سنقوله جونوفي با ومارشي يعني ما ممشيت للسوق وهذه هما الاسئلة التي تضعها في الامتحان يعطيك انفخاز بحال هذه ويقولون لك دخل عليها لفاغم نيغاتيف يعني انت هنا انت رك عرفتي لفاغم نيغاتيف روما كنين خمسة وهذه الطريقة بش ندخلوهم على الجملة يعني في الاول نوب بوحدها وكنتبعوها لفرب وكندخلو عليها با او لا بلو الجامي او لا ريان ثانيا بالنسبة نو بلو مثلا اتنا جوفي تبارلي اللي دخلنا عليها ادوات النفي هتولي اتنا جنو بلو تبارلي ثانيا بالنسبة نو بها هتنا برخزنال المخارج كيف تبارلي يعني كيف تدخل اللي دخلنا عليها اريد ان تحocalyptic يعني با ادوات المخارج سوف تبارلي ادوات مخارج وتقولzyn de veryan واذا أنت تبارلي او لم تبارلي اتناول الطريقة بش بشو طريقة قد تدخلو بها ادات النفي سهل بزاق يعني اي فخاز اضطعوها لك يعطيك غير ادوات النفي يضعهم لقدامك وكما اكتبامهم على الأفخاز بطريقة سألة لا يوجد أي رغلة محددة تضع في الأول نو أو اللي كانت متبوعة بأحد السيجي تضع الأبوستخف تشبعها الوفيرب يأتي معه با ولا بلو ولا ريان ولا جامي بالنسبة للرابع عن نو جامي لدينا بأخير الأفراز جيري على الأكل يدخلنا عليها هذه الأداة النفي نو جامي أن نقوله جنيري جامي على الأكل وخامساً وأخيراً أداة النفي نو أحد يعني لا أحد أو لا أي أحد مملكان لدينا بأخير الأفراز جو دي تيست جو الموند يدخلنا عليها أداة النفي أريد أن نقوله جو نو دي تيست وباختصار كانت هذه هي الفورم نيغاتيف اللي يعني أدوات النفي وكيف الحلقة اللي فاتت سنعطي واحد لأكسرسيس ونقصوه كاملين في الكومنتر باش نسافده أكثر ونسافده من الأعراء دينا واللي عنده شي خطأ نصحوه لي باش يمشي فاهم هالدرس بواحد شكل يمركز ومغيز بطريقة مزيانة إذا هذا الأكسرسيس سيعطي أعطي تفخاز فيهم ويقول لك جاوب عليهم أدوات النفي يعني مثلا بالعربية سيقول لك أحد الفخاز وكيف تنفيذ المدرسة ويقول لك حاول تجاوب النفي نكر أنك لا تنفيذ يعني أي حاجة في أدوات النفي هي النكر يعني أي سؤال سأعطيك يقول لك أداة النفي يعني أنت تنفي هذه الحاجة مهم هذا الصرح هذا الأكسرسيس هذه الأول فخاز تتسان بيا ثاني فخاز تتسان بيا ثاني فخاز تتسان بيا وكاتريا فخاز مهم أه سأتسان الأجوية بديلكم في الكومنتر سأناقشوها وإنصحوها جميع إن شاء الله إذا كنت تعجبتكم هالطريقة في الشرح ما تنسوش أنكم تدعموني بلايك وسبسكرايب لأنني كنحاول أه نعطيكم هالطرس ما أقل إلا ودل يعني غير ربعا كانت أكامل أدوات النفي كل واحدة عليها أني أكزامبل بجبالها من مقام طوول ومن ديارتك 10 أو 15 قيقة في كل فيديو يعني من الأفضل هالطريقة هي الأحسن بجبال تفهموا الدرس بوحدة شكل اللي ساهل بزاف وميكونش طويل ترجمة نانسي قنقر